خليني أبتدي مع حضراتكم باختياراتكم لأفضل لعيبة من النادي الأهلي في مباراة السموح وكات واحدة من أجمل العروض اللي قدمة نادي الأهلي الموسم ده تتويج أو الفوز بربعية أكتر من رائعة أداء أكتر من رائع سيطرة كاملة على المباراة أمام خصم محترم يعني لما الأهلي يعمل الاسكور ده والأداء ده قدام فرقة متوضعة ممكن ده يبقى شيء طبيعي جداً ما تقولش إن فيه جديد لكن لما يعمل ده قدام فرقة قوية محترمة بتلعب كرة محترمة جداً زي سموحة ده الحقيقة يمكن يكون ليه مردود مختلف وفي المطشين دول على وجه التحديد السمة الواضحة والبرزة جداً هو حيرة الجمهور ليه بقول كده؟ لأنه في أغلب الاستفتاءات المطشاط على مدار الموسم كله بتدينها ما حضراتكم كان بيبقى وضح لنا من نص عملية فرز الأصوات التوجه الجمهور رايح لمين؟ بيبقى واضح قوي مين التلاتة اللي هيوصلوا في النهاية للمراكز التلاتة الأولانية الأول والثاني والثالث لكن في المطشين دول على وجه التحديد أولاً قائمة الأسماء اللي موجودة اللي خدت أصوات من جماهير النادي الأهلي كانت كبيرة ثانياً ما تقدرش تفرز إلا في المراحل الأخيرة لما بتيجي تعد الأصوات وعدد النقاط اللي خدها كل واحد من اللعيبة تقدر في النهاية خالص تحدد مين الأول ومين التاني ومين التالت هبتدي مع حضراتكم بمورات سموحة اللي توقعته لقيته وياسر إبراهيم طبعاً نجم دفاع النادي الأهلي اللي قدم مباراة ولا أروع قدر يحسم المنافسة ويحط اسمه ويسجل اسمه في المركز الأول في اختيرات جماهير النادي الأهلي ويضيف لرصيده ثلاث نقاط هنهارجع طبعاً للترتيب العام بعد شوية في المركز التاني الحقيقة كان المكنة اللي ابتدت يطلع عماش حسين الشحات اللي واضح إنه مركز جداً جداً فايق جداً جداً مش بس في مطش سموحة لكن في مطشات قبل كده وحتى في مباراة الأهلي الأخيرة أمام المقصة حسين الشحات حسم المركز التاني وضاف لرصيده نقطتين مهمين جداً محمد شريف نصر الأهلي الجديد الحقيقة اللي بيزبط يوم بعد يوم أنه لعيب عنده شخصية لعيب عنده إرادة وعنده تصميم واللي يشوف قصة شريف من أولها ويشوف آخرها يأكد لك أنه اللاعب ده عنده شخصية النادي الأهلي عنده روح الفانيلا الحمرة إصرار وعزيمة وتحديات كتيرة جداً ومطبط صعبة ورغم كده إصراره مكنه من الوصول للمكانة اللي وقف عليها شريف النهار ده واحد من أهم لعيب النادي الأهلي وخليني أقول أنه ركيزة أساسية لحقيقة الموسم ده واحد من قصص النجاح لعيب النادي الأهلي محمد شريف بيحط نفسه في المركز الثالث بياخد نقطة لكن النقطة دي بتساهم بشكل كبير جداً في أنه ينفرد بالمركز الثالث في الترتيب العام خليني نروح للمباراة المقاولين كمان التوربيني التوربيني الأحمر اكتساح الحقيقة ما بقدم أداء ولا أروع ورغم أنه هو الحقيقة من اللعيبة اللي ما شاركتش عدد كبير جداً من المباراة على مدار الموسم لكن أرقامه واختيارات حضراتكم ليه في مستويات الإجازة في المطشط الأهلي الأخيرة حطف حتة تانية خالص أكرم توفيق أكرم توفيق توربيني النادي الأهلي الجديد بياخد أو بيحسم صدارة اللعبين في اختيارات الجماهير طبعاً في مباراة المقاولين الأخيرة وبياخد المركز الأول وبيضيف للرصيده 3 نقاط نقلوه في جدول التطيب قفزة كبيرة جداً في المركز الثاني الحقيقة واحد من الحقيقة من اللعبين أنا ما بحبش اللفظ الجندي المجهول الحقيقة لكن حمدي فتحي جندي معلوم جداً 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 ودايماً حاضر في اختياراتكم وكان بالمناسبة بينافس على المركز الثلاثة الأولى في مباراة سموحة بقوة الحقيقة ولكن يعني فوارق بسيطة ما دخلش في الثلاثة الأولى لكن قدر يعمل ده بقوة كبيرة جداً في مباراة المقاولين وياخد المركز الثاني وفي المركز الثالث كسحة الألغام المالية أليوت زانج طبعاً بيضيف لرصيده نقطة وجماهير النادي الأهلي بتختاره كأفضل تالت لاعب في مباراة المقاولين نشوف مع حضراتكم جدول الترتيب كده وصلنا لغاية فين بنقرب من نهاية الموسم والفوارق مش كبيرة قوي بالذات في المقدمة يعني طبعاً في المركز الأول أليوت زانج بالنقطة اللي خدها بيبعد شوية عن كابتن محمد شناوي وبيوصل وبيرفع رصيده من نقاط ل31 نقطة في المركز الثاني بيجي الشناوي برصيد 28 نقطة النقطة اللي خدها شريف خلته ينفرد بالمركز الثالث بعد ما كان بيشاركه مع محمد مجدي أفشا دلوقتي محمد شريف في المركز الثالث منفرد برصيد 20 نقطة وراهم في المركز الرابع محمد مجدي أفشا اللي بالمناسبة كان حاضر جداً جداً في المطشين برضو في المنافسة على أصوات الجماهير محمد مجدي أفشا في المركز الرابع برصيد 19 نقطة أكرم توفيق قفزة مهولة في خلال شهرين أو شهر ونص الشهر شهر ستة وشهر سبعة بيوصل عدد النقاط بتاعته لـ 18 نقطة حطته في المركز الخامس متفوق على بدر بنون اللي بيتراجع مركز واحد وبيجي في المركز السادس برصيد 16 نقطة في المركز السابع عندنا أيمن أشرف اللي طبعاً الإصابة عطلته أيمن أشرف كان نبتدي الموسم بداية ولا أروع و11 نقطة يمكن خدهم في بداية الموسم لكن يمكن الإصابة عطلته شوية وعودته لسابق مستوى واخد معاها وقت شوية لكنه يظل واحد من أهم اللي عابين في سكواد النادي الأهلي أيمن في المركز السابع برصيد 11 نقطة عندنا أربع لعبين بيتساووا في عدد النقاط في المركز الثامن عندنا علي معلول اللي برضو الإصابة عطلته بشكل كبير جداً في مشواره علي معلول طاهر محمد طاهر حمدي فتح ياسر إبراهيم الأربع لعبين دول بيتشاركوا في المركز الثامن برصيد 9 نقاط بيجي بعد كده كهرباء 8 نقاط وليد سليمان 8 نقاط أتجاهي 7 نقاط وبقية الجدول زي ما حضرتكم شايفين جميلة النادي الأهلي ما شاء الله عنيها يعني الحقيقة يعني ما بتخيبشوا لهم نبص كده لأسماء المراكز الخامسة أو الستة الأولانية لإهم فعلاً اللعيبة الحقيقة اللي كانوا حاسمين جداً كانوا مؤثرين جداً كانوا بيتمتعوا بسببات مستوى كبير جداً وكان عندهم قدرة أن هم يكونوا موجودين في اللحظات الحاسمة محمد مجدي أفشا في القضية ممكن محمد شناوي فيه بالذات يمكن دوره كان واضح جداً في بطولة كاسة العالم للأندية وغيرهم أليو ديانج الشناوي شريف محمد مجدي أفشا أكرم توفيق بدر بنون دول اللعيبة اللي بيتصدروا المشهد في سباق أفضل لعب في النادي الأهلي على مدار الموسم حتى اللحظة وإن كانت كل طبعاً الحسابات والاحتمالات مفتوحة وعندنا عدد من الموسمات ممكن جداً جداً أنه هو يغير من ترتيب الجدول